الوسواس أنواع منهما هو أسواس في الطهارة وما هو منهما هو أسواس في الصلاة منهما هو وسواس في الاستنجاء ومنهما هو وسواس في الخواطر والعقيدة والعياذ بالله هذه كلها من الشيطان ليس هي من خواطر الرحمن بل هي من الشيطان والعياذ بالله ولا فضيلة في هذه الوساوس فالأمر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتخلص منها وكيف نزيلها وكيف نحاربها نحاربها باتفاع عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا نستجيب لما يمليه علينا من خواطر على المثال لو وسوس له في الفاتحة قال أن ما قرأته من الآية الأولى غير صحيح يخالفه ويمضي في فاتحته قال له أن وضوءك غير صحيح يخالفه ولا يعيد الوضوء يسوس له أن صلاة غير صحيحة يخالفه في خواطره وقال الله أكبر قال له تكبيرتك غير صحيح قال على خزاك يا عدو الله لا أعيد التكبير مرة أخرى وهكذا وسوس له في خواطر في التوحيد يستعيد بالله ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا ليتخلص من هذا الشيء باول بقوة الإيمان واتباع عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك بالالتجاء إلى الله والاستجارة من الشيطان يتعوذ من الشيطان الرجيم ويقرأ التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشر مرات بنفس واحد فإنه يضيق مجارية الشيطان وآية الكرسي فإنها مخزية للشيطان فيقرأها وكذلك لتذهب عنه هذه الوساوس يأتي بيا حي يا قيوم لا إله إلا أنت بين سنة الفجر وصلاة الفجر أربعين مرة ويواضب على هذه السور العصر وقريش والفلك ثلاثا 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 صباحا وثلاثا ثلاثا ثلاثا مساء فإنها تكفيه شر الوسواس الخناس ويأتي بهذه التعوذة المباركة لتكون حصنا له من وسواس الشيطان وهي اللهم إنك صلط علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فآيسه منك ما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك برحمتك على كل شيء قدير وصلى الله على سينا محمد النبي المي واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وصحبه وسلم وصحبه وسلم وصحبه وسلم ملايكات و염ة، وصحبه وسلم وصحبه وسلم وصحبه وسلم كبيران equipo جن Plejar پNER كبيران حيث وظلم أنّوان تروا وصحبه وسلم وصحبه وسلم باء؟ السيدان حيث كبيران حيث وأعت Fest سينا عرف هذا بالfsacağız منظر نفسر خطعة العاكمة بالف bakın قالت شاء أحمق شئ 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 وسلسأت اوه دوء الدفر اكتب العالق اوه دوء ودوء دهوء 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 يقع سيطرة ادف الله اضف مِنسا بسيطل مِنسا عالق وَسرَالَّبُوا وَالقف دهوء أوبط للمشاهدة Begitu datang was-was Segera baca 10 kali Kemudian juga Baca ayat kursi Karena ayat kursi ini bisa mengusir Gangguan-gangguan seperti itu Kemudian juga yang istiqamah Baca 40 kali sebelum sholat subuh Sebagaimana biasanya di musolah-musolah dibaca Nah itu rutini Baca 40 kali sebelum sholat subuh Kemudian juga istiqamah Tiga surat Tiga surat, pagi tiga kali Sore tiga kali, apa itu surat? Pertama surat wal asri Kemudian yang kedua surat kuresh Yang ketiga surat al-falak Tiga surat ini Silahkan di istiqamah Pagi tiga kali Surat juga demikian Masing-masing tiga kali Kemudian juga Baca doa Bisa dilihat lagi di rekaman Atau di youtube Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya